سيدي هنا تحضرنا مقولة الدولة الإسلامية من جاكرتا إلى طنجة يعني هل مهمة الإسلام فقط الدعوة أم إقامة دولة إسلامية تبسط قانون الإسلام على أتباعها سأل مك إذا أنت تستطيع فعل بس هل هذا قابل للتحق؟ هنا السؤال الإشكالي صراحة يعني هل مشكلتنا بأن هذا المفهوم خطأ إقامة الدولة هذا مفهوم خطأ في الإسلام وأن نأتي الآن لتصحيحه أم أن الواقع الآن لا يستلزم هذا فإذا تغير الواقع ممكن أن نطبق هذا أولا سألمك ما في مفهوم في الإسلام نحن ما في طلب سياسي يعني أنت لو مت ولم تؤمن بالخلافة ولا شيء كل اللي عملت أنك أنت آمنت ب دعنا من كلمة الدكتور كلمة خلافة دولة إسلامية أيوة ولا بتؤمن بالدولة الإسلامية يعني أنت هذا هو صراع ابن تيمية مع الشيعة في كتابه من هاج السنة نعم كان يدور حول هذه الفكرة الشيعة يقولون الإمامة بمعنى الدولة يعني الإمامة بمعنى الدولة هذا واجب عقدي ابتدائي الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يترك الخلق بدون نظام وبدون شخص يعينه عليهم ابن تيمية مجمل حواره معهم في منهاج السنة ممثلا لرأي بقية المسلمين غير الشيعة في تلك اللحظة التاريخية كان رده أن هذا كتاب الله سبحانه وتعالى بيني وبينكم افتحوه من أوله إلى آخره أين الإشارة للإمامة التي تتعدونها ركن في الاعتقاد ومع أن القرآن لم يهمل لا الإلاء ولا الظهار صحيح فكيف أهمل أمرا في الاعتقاد فضيل الدكتور قبل الفاصل كنت سألت عن أن شيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة يتكلم عن موضوع الإمامة بينما سؤالنا عن الدولة الإسلامية ما هي فكرة الإمامة؟ هي فكرة الإمامة أن الشأن العام للمجتمع هل هو شأن بالمعنى الصرف شأن إلهي؟ نعم عليه الله سبحانه وتعالى سيعين إماما نعم ولا هو شأن بشري الناس هي التي تقرر فيه نعم فهو إذا كان أمر إلهي فيبقى جزء من مسائل الاعتقاد نعم وإذا كان شأن بشري سيصبح جزءا من أعمال الفقه صحيح اللي موجودة نعم فابن تيمية كان جدله معهم نعم إن على أهمية موضوع الإمامة نعم اللي هي شأن الدولة إدارة الشأن العام نعم ولكنه أقصى ما يمكن أن يقال عنه أنه من الفرعيات نعم وليس من العقائد نعم فهو مهم جدا ولكنه يقع في بالفقه بالفقه نعم وقال ولو أن شخصا مات ولم يعلم أصلا بهذا الموضوع فهو إن شاء الله على خير هذا الموضوع لا علاقة له هذا متعلق بإدارة شأن الحياة شأن الحياة دكتور سعد العثماني بالمناسبة يعني يذكر يقول أمور الحكم كلها أمور دنيا بالنص الصريح من ردناه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا نعم فأمر الحكم أمر دنيوي صحيح لكن فرق يعني دكتور حتى الأمور الدنيوية جاء الإسلام لتنظيمها يعني كونه أمر دنيوي لا يعني أنه ليس للإسلام فيه تعاليم ليس للإسلام فيه هدايات الله يسأل مكشوف الإسلام لم يأتي على نسق واحد في تكثيف الخطاب يعني وهذا له دلالته يعني كم يحتل موضوع تنظيم الدولة والإمامة في القرآن الكريم مثلا من خطاب تنظيم الأسرة يعني هنا مسألة مختلفة دكتور تنظيم الأسرة أمر ثابت في الزمان والمكان فجاء مفصلا أما أمر الحكم أما جاءت أوامر إجمالية مبادئ عامة طيب لكن جاءت أوامر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وأنحكم بينهم بما أنزل الله وآيات كثيرة العدل وعدل الظلم هذه نزعت من سياقاتها في كتاب الله عز وجل واليوم أي واحد أي مسلم يستطيع يقرأها ويشوفها هي جاية في أي سياق في كتاب الله عز وجل هل جاية في قضية الدولة ولا جاية في قضية القضاءة اليهود والنصارى كانوا يحتكمون للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن عندهم مشكلة كانوا يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام ويرضون بحكمه يعني يقول للرسول ويرضون بحكمه لأن يعرفون أن أحكام الدين الإسلامي هي تخفيف من العبء والآصار والآصار التي وضعت عليهم نعم فلما يكون عندهم شيء يريدون حلا له كان يأتون للرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام نعم فالقرآن يقول لهم ارجعوا إلى كتبكم نعم وحكموا بما أنزل الله فيها فيها نعم هل لم قال لهم احكموا بما أنزل الله بما في كتبكم كان يأمرهم أن يشئوا دولة ولا أن يحكموا قضاءهم الذي ارتضوه بينهم القضاء طبعا فسائر جملة فكرة الحكم في القرآن الكريم متعلقة بالقضاء هذا لا يعني أن شأن الدولة أنا صراحة لم أستعرضها لك أنتم استعرضتموها كل آيات الحكم جاءت بالقضاء أو جاءت بالحكم الإلهي العام يعني بالحكم الكوني نعم لكنها لم ترد بالمعنى السياسي اللي متبادر للأذهان من قراءتها نعم لكن هل هذا يعني أنه تدبير شأن مجتمع ما خارج سياقه المعرفي نعم ولا هو ابن سياقه المعرفي جميل يعني مجتمع المدني نعم اللي كان موجود اللي جملته كان والأنصار والمهاجريين نعم هل هذا المجتمع كان سيخرج شيئا خارج إطاره المعرفي نعم هو لما وجدوا وجدوا عندهم شوية يهود نعم فأنتجوا وثيقة المدينة نعم لو كانوا موجودين في الصين نعم هل كان سينتجوا وثيقة المدينة أو لم ينتج شيء آخر نعم لو كانوا موجودين في الهند نعم سينتفقون على وثيقة المدينة أو لا على وثيقة أخرى نعم التعاقد بين الناس هو ابن معطيات اللحظة التاريخية اللي موجودين فيها لا يمكن أن يكرر في أي بيئة ثانية بنفس المواصفات وبنفس الكذا إلى آخره سهلا وهذا الذي نفهمه من فكرة أمور دنياكم نعم تدبير الشأن العام فأنا لو كنت يوسف عليه السلام في دولة ما فيها إلا أنا مؤمن نعم وعينوني وزير نعم لن أكون كافرا صحيح أنا سأعمل في النطاق الذي أنا أعرفه بالقيم التي أحملها في مجتمع قد يكون معظمه لا يؤمن بما وأؤمن به ولو كانت إحنا لمثل المجتمع كله وفي عندنا أقلية شروط التعاقد ستختلف بناء على هذا الأمر نعم ليس هناك عقد واحد صالح لكل زمان ومكان بين أي مجموعة بشرية نعم ولذلك الأتراك هنا عقد التعاقد اللي موجود بينهم نعم سواء كانوا إسلاميين ولا غير إسلاميين هو ما يسمح به ظرف المجتمع التركي التركي نعم ولو كانوا في الهند الهند في 250 مليون مسلم نعم يا ترى شروط التعاقد اللي موجودة عندهم مثل الأتراك نعم لا أيضا شروط مناسبة للبيئة الهندية البيئة الهندية نعم فالنظام السياسي هو ابن الزمان والمكان والظرف والعوائد يتحدد بمحدداته طيب المسلم في مثل هذا الظرف يحقق أقصى ما يريده الدين لاحظ قضية مهمة جدا نعم الأخلاق المعاملات هذه كلها شأن نعم يستمع تقريبا من الأمور ينفذها الإنسان ينفذها الإنسان ولذلك المسلم اللي في أمريكا ضميره مرتاح عايش في أمريكا ما عنده مشكل مع الوضع الاجتماعي طيب هو في هذا الوضع اللي هو فيه أغلبية غير مسلمة أو فيه مزايك فيه بنية متعددة وكذا نعم يريد أن يحقق أقصى ما يسمح به الدين وليس كل ما يريده الدين نعم لأن هذا غير متأتي نعم المسلمين اللي عايشين في الحابشة بالقطع لم يكونوا مثل المسلمين اللي كانوا عايشين في ظهراني الرسول على الصلاة أكيد والسلام أكيد الدين لم يأتي على أساس يعمل لك عائق أمام الحياة نعم وهو جاي عشان يعمل لك آلية كيف تعيش في الحياة متسقا بين ثلاثة مسافات صلتك في عقائدك وإيمانك وصلتك بالله عبادة ومشاركتك في الحياة في صناعة الإعمار في الأرض نعم الدين وسيلة أن يسهل لك هذه الأشياء وليس صعبها عليك صحيح لما تضع إطار صلب لهذه القضية وتعتقد بتنزلي في كل مكان نعم أنت تجعل الدين خارج إطار العصر وبالتالي الناس تتركه لأنك أنت تقول له هذا الجمل حيمر من خرم الباب كل الناس العقلاء اللي حولك يقول لك مش حيمر يقول لهم إن شاء الله سيمر بإذن الله سيمر يا عمي الله سبحانه يضرب مثل في القرآن الكريم حتى يمر في سم الخيار هو يقول لك ما يصير نعم الله سبحانه قادر على كل شيء بس هذا خلاف القوانين لموضوعه في الكون صحيح فأنت اليوم في مجتمعات لو واحد يريد يفرض يقول والله الهنود المسلمين اللي هناك اللي في الهند هاي مقصرين المفروض الآن هم يحاربون الدولة ويستولون على الحكم عشان يطبقون حكم الله سبحانه وتعالى نعم هل هذا الوضع قابل للحدوث ولا هو كارثة ستحل على المسلمين وعلى غير المسلمين نعم هل الأفضل أن يتراضوا على تعاقد يسمح لهم بالحياة الكريمة والعيش وتنبير أنفسهم وحياتهم وكذا إلى آخره في ضوء اتفاق عام نعم ولا لازم يشترطون أمورا معينة مفصلة مسبقا على مجتمعات تاريخية نعم أنا أعتقد المستقبل سيقود إلى هذا النوع التعامل مع الواقع اللي موجود نعم والأيام يعني نعم كيف حالك نعم